إلى التفاصيل مجددا أهلا بكم استقبل وزير الزراعة الدكتور عباس جابر المالكي نظيرته في حكومة إقليم كردستان بيكير طالباني لمناقشة الكميات التي سيتم تسويقها هذا الموسم من محصول الحنطة إلى الجهة المعلية في الحكومة الاتحادية وطرح الوفد الضيف الواقع التسويقي والكميات المنتجة المراد تسويقها وحسب التعليمات والمسوحات المعتمدة من قبل وزارة الزراعة الاتحادية واللجان المشكلة لهذا الغرض وأبدى الوزير عباس المالكي التعاون الكابل من أجل إنجاح الموسم التسويقي للحنطة في عموم البلاد ومنها محافظات الإقليم مع الأخذ بنظر الاعتبار التخصيصات المالية المعتمدة ونسبة الزيادة المتحققة في باقي المحافظات فضلا عن التعليمات وقرارات الإجانة التي شكلت لهذا الخصوص